قصتنا التالية تروي حكاية أطفال مشردين وآخرين يتامة اضطروا للهروب من جنوب السودان جراء الحروب وجراء الصراعات لاجأوا إلى الخرطوم حيث عاصمة الوطن الأم في سودان وجد هؤلاء الأطفال موطناً آخر في بيت سيدة سوزان مايكل التي لم تدخل جهداً لإيوائهم وتقديم يد العون لهم التفاصيل في سياق هذا التقرير لسان حال أم الحفر إحدى لعب الأطفال الشعبية في السودان يقول أنا لعبتكم المفضلة تجدوني حيث تذهبون فأنا مجرد حفرة على الأرض وبضع حصن تقلبونها بين أصابعكم كما قلي بحلوم الوطن لديكم إلى واقع لجوء هرباً من حرب أو مجاعة هؤلاء هم أطفال من دولة جنوب السودان في مركز استقبال لاجئين على الحدود مع السودان فبعد انفصال الجنوب بثلاث سنوات انتلعت حرب بين الرئيس ونائبه فاحت منها رائحة إثنية وقبلية تخللتها مجاعة في بعض ولايات البلاد كل هذا أدى إلى لجوء أكثر من نصف مليون جنوبي إلى الدولة الأم السودان وفي عاصمتها الخرطوم وفي حي الحاج يوسف تستعد سوزان مايكل بتجهيز طعام الإفطار لأطفال جنوبيين تعددت مشاكلهم واختلفت ولكنها اتفقت بأن جعلتهم يحتاجون إلى المساعدة التي وضبت عليها سوزان بوسائل مختلفة واليوم بتقديم البريدة لإفطار الأطفال من حقها أن تنظر إلى المستقبل بعيون يملأها التفاؤل وإن كان الواقع أقوى من أي شيء فقط قليل من الأماليك خطوة أولى في طريق الألف ميل التي بدأت بعد أن أصبحت واحدة من الأطفال الذين ترعاهم سوزان نحن نقعد معهم لنشوف المشاكل الحاصلة هناك واحدين يقولوا أنني أتيم أنا لا أمي ولا أبو وأنا شارعي أنا قاعد مع مرأبوية ومرأبوية بدقانة أي حاجة نستطيع أن أمركتها نحن نشوف المشاكل حقا التفل دا التفل دا حال المستقبل حقه بيقول له شنو نحن نكلم معه في واحدنا نحن نجيبنا دقلنا المدارس سوزان مايكل أو ماما سوزان كما يناديها الأطفال حصلت على شهادات تقديرية من العديد من المنظمات المحلية والدولية لجهودها في توفير ظروف أفضل للكثير من الأطفال الذين وهبت نفسها لهم دون أن يصيبها التعب فهي لم تعرفه بعد 25 عاما في العمل لمساعدة الأطفال بتواضع المكان وببساطة الأشخاص رسمت الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال ابتسامة تسعى سوزان أن تحافظ على بقائها رغم الظروف التي مروا بها وضعف الإمكانيات الموجودة محمد أبو العمارين لأخبار الآن الخرطوم